موسيقى المعزى كانت تشطح تتعية فرص الجبل وكل شي تخلصه في دار الطباخ محمد مبديع كيقولو عليه اللي عارفينو باللي كان كيريشتججف الفقيب النصالح ماشي عيب ولكن دوير الزمان دارت وصبح واحد من أغنى الأغنياء بفضل الآلة الانتخابية زرع بالزربة والزرع سبل والسبولة تمرت وداره وواجوش دورات واللوزير ديا لاش؟ ديا الإصلاح الإدارة يا سلام على الإصلاح واليوم الشرطة القضائية كتحقق معاه بتهم مرتبطة بالفاسد طار الإصلاح وتبخر مشح الجاية مع الوات كيحسب لي الميزانية جاجة وتكعليها بالترياش والسبولة اللي تمرت حصدها بمنج الحافي هو في الحقيقة ما ليقش لي الحركة الشعبية بسبولتها كان عليه يمشي للتجمع عندهم بعد الحمامة يريشها في ثاعة بلا تعطال بالحق هذه الحمامة تريشها تقبل نار العرس وولات خارجة عريانة بلا ريش فيها غير كوميشة ديال العرس والانتخابات باقي لهاش حل من سيمانة غير هو الصراحة ريشوها ماليها ما أمر المشكة يهرب من دار العرس وياك هذه الحزب جيوبه مرفحة رفاح ومجامع غير صحح ورأيسه ما يقضع لي حد بالفلوس طبعا على شهادلية من الناس هربة منو وكلها فين صد هاللي غاد يلسبوله وهادلية من الناس هربة منو و هل يقصد الميزان و هل يمشى للوردة و هل يركب التراكتور و هل الحلقة تفرتكاته سي عزيز بغينا غنفهمه مالك ضربتيها بسكتا يك هذي ربع سنين باش قولنا لك راك مجرد ارنب سيباق تجري حتى تعيام و غيخرجوك و تخليها لغيرك ما قولنش بعد حمام سيباق قولنا ارنب ذاك الوقت كنك نعتقدو انك غتقول السياسة ماشي ديالي كان فهم في المال و الاعمال استعنت شمرتي الى لي الدين و قلتي لي هم ما تعرفوش اش من خطب هادو و اش من وعود هادو و اش من ميات مدينة و اش من ميات يوم ياه شحل غنينا و احنا صغر الحمام واهي الحمام الحمام اللي في شبيك ما نبيعك ما نشريك فين غابو عليك ماليك انا بغى اليوم نثولك يك حزبك حزب الاعيان ما الاعيان عاربين و مخليل الحزب عيان فين مشا عبدالرحين بعيدة و فين مشا موحمد عبو و واش وقع الشناق ما كان هدروش على شناق الجاج كان تكلمو على الشاب خالد الشناق و هذا كل فرق الحمام اللي يطار في سوس و في جديدة و زيد و زيد و اش عش الحمامة مبقىش كيدفين قصة اصغر برلماني في المغرب بوحدة غريبة والد عيلة معروفة في سوس و والده كيتاجر مع اخ نوش في المحروقات و هو شاب متعلم زعمة ماشي قطر بيسقف بات معنق الحمامة و وصبح معلق عند الميزان فليلة وحدة تحولت النون لا را تاجر زعمة و رجل اعمال يمكن عبر الحمامة بالميزان و القضلي عادها ضعافه هادي قاصحة يا عزيز لا يكون في عونك القضية مفيهاش ثقور الحزب بوحدهم حتى فريخات الحمامة سمحوا فيها احب حنيني الدقة قاصحة و هادي الشي غلب دو و اللي ماجي له لا يوريك هادي السيد راه من سوس اللي كتنتامي لها و اللي معول عليها السي اخ نوش و هادي السيد راه منك و ليك زعمة و عائلته كتتتعامل معك في تجارة المحروقات بأشهر محطات الوقود التابعة لك من هوارة حتى الصمارة و يا مهللتو به في الحزب حجاب صغير و عندو شهادات جامعية عالية من امريكا و فرنسا يعني خبزتو مطليس من واسل الساعة طلع لكم بخبزتو ياك و بات مصبح الله يصبرك احنيني ياك قولنا لك شحل من مرة ها راه الزعامة خاصها الدوام والقوام بالحق خليها كبور مكين شما عامل و سيدة عبد الرحمن اللي مجدوب الله يرحمه قال الصمت حكمة و منه تفرقات الحكاية كون ما ننطقه ولد الحمامة ما يجيه ولد الحنشهيم تكماش كينفع بعض المرات دابا ما عليناش نخليه بسي عازي استيقار اليام الجاية تورينا العجب نمشي و عندو واحد سيدة اخر كان عطيها للناس ما عرفتش كون هز عليه الغطا كان تكلم على حاكيم بن شماس طلب راسه هاد السمانة من جنب الباب و قال ليهم ما تنسونيش الخوت اراني طولت بزاف رئاسة مجلس المستشارين و ورجلي الكرسي اللي كان جلس عليه بداويت ململو ضبروا عليا معاكم يكتر اكتر عندو الشاريو خليوني ندير شوية الاستادية ونهضر لكم على العادلة والتنمية وندر رحب شوية الارضغانية وجاك فلحات ووقفاك ليه السيد عشر سنين هو منغم ومنعم عاد قال ليك تفكر خطورات الفكر الارضغاني الداخلي بشاخ خطورة هدا زلزال تحرك فرمشة العين وعاد بالليك راه الحزب الاغلابي دار ما بغى هرس دق دق عشر سنين ما شفتي زعمة ولكن تي مشغول بالصفقات ديال المجلس حتى هديك خدمة كتاخد وقت طويل وكتلاعي خاصك تعلن عليهم وخاص الأضريفي تفتحو زد عليها التراكتور اللي كنتي صايقو حتى هو كان كي يشغلك حيث في وقت الحرط خاصك تشوف قدامك باش الخط يجي مقاد زد عليهم الصداع اللي طلع في الحسيمة والحزب كان وشدين وصحاب الحسيمة والتفويرة ماشي قدلك السكاس غمشة إلياس وتهرز الكاس والله هاد شي كي ضحك والله راكم كتضحكوا علينا نايدك تحك في عينك فرق 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 وتغوت عندكم بن كيران عندكم أردوغان واج ما بانش لكم الحزب عيان يا كحنيني خاصوا المقويات باش يواجه الاستحقاقات ايواء خلي حتى تنظم زيان ونرجعو نتكلمو معك وتقول لينا كي داز عشاك مع عبدالطيف وهبي وديرها غازوينا